حتى حنا بدورنا من بلاتو هاشتاك بلانتنا نطلبوه من قاع المغاربة يدعموه الجوج مواهب المغربية في برنامج الزمال الجميل ويصوتو لهم ويصوتو لهم باش وصلوه للمراحل المتقدمة واللي غيجي الناس عجب شوية انه واحد باقي في المسابقة وعطانا تصريح لانه المعروف انه اللي كونت خادرين مثل ميش كي منعوم انه ميخرجوا باي تصريح او لا اي فيديو حتى كتسالي كونت رمعش حلفاء 5 سنين وداربع سنين ولكن من بعد ما شفنا مواهب خليجية بحل يمني واذا كي دعموه الاعلام دي البلاد وكي اعطوهم تصريح حيتواصلت معا قبل قالي ايه منوع وذك شي من بعد رجعت واصل معاي قالي ايه دا بخدص يمكن تفاهم مع الادارة دي البرنامج وعطانا هات تصريح وحنا الهدف ديالو شنو؟ الهدف ديالو انه نطلبوه من المغاربة يدعمو هزوج المواهب اكيد فعلا عندما يكون اسم مغربي في احدى المسابقات فكل قلوبنا كتكون معاه ومن اللي كان صوته او كان دمجه الجمهور وكان ناخده بالرأي ديالو فكتولي التصويت عنده واحد شرعية وكي يقولي المشاهد هو الحكم وفي هذا النوع دي البرامج المسابقات كل ما كان المشارك عنده شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي الا وكي يكون تصويت له بكتافة وكيف ما كان عرفوه من قبل كنا كان نلقوا بأنه حتى الاسابيع الاخيرة وكل ما قربنا من الفوز الا وكتكتف يعني التصويتات وكي ما كيبقوش فيها غير الاشخاص ولكن بعد مرة كيوليوا فيها حتى المؤسسات وحتى شركات الاتصال كي يساعدوا او كي يسروا عمليات التصويت